مع كثرة الانشغالات وضيق الأوقات يحتاج المتعلم إلى تلخيص النصوص وذلك بإعادة صياغتها بكلمات وجمل أقل مع الإبقاء على جوهر النص الأصلي وأفكاره الرئيسية ففي التلخيص توفير للوقت والجهد وتعود على دقة الفهم وتوليد للثقة في النفس وتدريب عملي على الكتابة وتطوير مهاراتها مع القدرة على التعامل مع المعلومات الكثيرة بطريقة سهلة تحقق أكبر فائدة وللتلخيص قواعد فمنها واحد قاعدة الحذف فتحذف الجمل التي لا تساهم في فهم النص اثنان قاعدة الدمج فتدخل الجمل العديدة في بعضها البعض بحيث تصير جملة واحدة ثلاثة قاعدة البناء وذلك بأن تبني جملة من الجمل وتحلها محلها بشرط أن تكون الجملة المبنية الناتج الطبيعي للجمل أربعة قاعدة التعميم وذلك بأن تستبدل الجمل المفصلة بجملة عامة جامعة وللتلخيص خطوات منها واحد التصفح السريع وذلك بقراءة النص قراءة سريعة اثنان ثم القراءة الأولية وهي إعادة قراءة النص بتأن ثلاثة ثم تحديد الكلمات المساعدة وذلك باستخراج الكلمات المفتاحية أربعة ثم تكتب النص بأسلوبك مراعيا الإقلال دون الإخلال ولتحقيق مهارة التلخيص خطوات أولا فهم النص ويتحقق ذلك بقراءته قراءة جيدة وبشرح ألفاظه الغامضة ثانيا استخراج أفكاره الرئيسية عن طريق طرح الأسئلة وتحديد الأجوبة ثالثا الاستغناء عن روافد النص كالاستشهادات والأمثلة والأعداد رابعة تركيب أفكار النص وذلك باستعمال أدوات الربط وجعل التلخيص في حدود ربع النص الأصلي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر